بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله النهاردة هحيلي معيك واسئلة الدرس الثالث من كتاب المعاصر للشابتر الثاني المحور الثالث Discover Primary 2 تعالوا نشوف الدرس في كتاب المدرسة ونرجع للحل مع بعض كتاب المدرسة ابتدى معايا بستوري كانت فيها نور وعلتها بيقرروا ازاي هيروحوا الرحلة بتاعتهم وكانوا بيفرقوا ما بين انواع وسائل مواصلات وبيقرروا ايه الاغلى و ايه الارخص و ايه المناسب و ايه الاسرع و ايه عملين يعملوا تحليل للموضوع ان ايه اللي في الاخر هيبقى الانسب ان هما يستخدموه في الرحلة بتاعتهم بعد كده هو طلب من الطفل ان هو يعمل research هو والجروب بتاعه في الكلاس على الانترنت ويدور ال city ال cities اللي هيروح في الرحلة بتاعته الرحلة الخيالية اللي هو كتب الايت النراري بتاعها الدرس اللي فات يشوف ايه وسائل المواصلات اللي بتستخدم في المدن دي وقال لي تعالى قدام كل وسيلة مواصلة اكتب لي موجودة فانهي مدن في المدن اللي هتروحها في الرحلة بتاعتك ايه اللي موجود وايه اللي مش موجود تمام اخر حاجة هو جاب لي قال لي هاتي مدينة من المدن اللي موجودة في الرحلة بتاعتك اللي هتروحيها واكتبيلي او ارسميلي وسائل المواصلات اللي موجودة في المدنة دي وطبعا المفروض ان كل واحد في الجروب بتاع الكلاس بيكتب مدينة من المدن اللي موجودة في الرحلة اللي قرروا يطلعوها تمام تعالوا بقى نشوف مع بعض كتاب المعاصر كتاب المعاصر اجتدى معايا بقصة شبه قصة كتاب المدرسة تعالوا نقراها سوا transportation for our trap يعني وسائل المواصلات اللي هنستخدمها في الرحلة بتاعتها read the following story اقرأ القصة اللي جاية then answer the questions وبعدين نجاوب على الاسئلة adams and noha's family decided that they would travel today with their grandparents to Luxor يعني ادم ونها قرروا ان هما هيسفروا النهاردة مع جدهم وجدتهم للقصر نها said how will we go from our city to Luxor نها قالت ازاي هنروح من المدينة بتاعتنا للقصر adam said we will take a train a plane or a bus ادم قال لي اما هناخد قطر او طيارة او البس نها said i would like to have a plane to fly in the sky like a bird نها قالت انا نفسي ان احنا ناخد طيارة عشان اطير في السماء زي العصفورة او الطائر اللي بيطير في السماء because the plane takes less time than a bus or a train وكمان لان الطيارة بتاخد وقت اقل من البس او من القطر mother said it's a good idea but the plane is more expensive ماما قالت لا والله دي فكرة كويسة انوها لكن الطيارة اغلى من القطر عشان كده احنا ناخد القطر عشان نسافر من المدينة بتاعتنا للقصر father said when we arrive in luxor we will have lunch then take a boat in the nile to enjoy the beautiful views papa قال لما هنوصل لقصر احنا هنتغدى وبعد كده هناخد مركب في النيل عشان نستمتع تيتا قالت احنا بعد كده هناخد اوتوبيس عشان نشوف الاماكن السياحية في الوقصر grandpa said at the end of this trap we will take the train to return back to our city يعني جد وقال ان في اخر الرحلة احنا هناخد القطر عشان نرجع للمدينة بتاعتنا اللي احنا عايشين فيها تمام طيب الاسئلة ايه the plane is more expensive than the train or the bus يعني الطيارة اغلى من القطر او البس adam's family decided to travel to luxor عيلة adam قرارت تسافر للقصر noha's family decided to travel by train عيلة noha قرارت تسافر بالقطر grandma said we will take a bus to see the touristy places in luxor تيتا قالت احنا هناخد القطبيس عشان نشوف الاماكن السياحية في القصر adam's and noha's family decided to take train to return back to their hometown ادم وعيلة ادم ونوها قرروا انهم ياخدوا القطر عشان يرجعوا ليه الهم بتاعهم يعني المدينة اللي هم عايشين فيها طيب اول حاجة قال لي هنا ايه في المعاصر discuss with your child يعني ناقش مع الطفل بتاعك the different types or forms of transportation يعني الانواع والاشكال المختلفة من وسائل المواصلات then let him or her mention another examples وبعد كيه خليهم يقولوا امثلة تانية من وسائل المواصلات تمام discuss with your child the possible forms of transportation to travel within a city يعني ناقش مع طفلك ايه الانواع الامكانيات المختلفة او الانواع المختلفة من وسائل المواصلات اللي ممكن نسافر بيها من المدينة and also between sides ما بين المدن تمام البيتج التانية من الستوري قال لي ايه قال لي help your child to search for other types of transportation سيطفلك انه يعمل research على الانترنت on the internet عن انواع مختلفة من ال transportation او in books او في كتب هيعمل السرش بتاعه على الانترنت او in books في كتب or magazines يعني في مجلات تمام طيب وبعد كده جاب لي صورة لانواع ال transportation وقال لي color the following picture then answer the questions below يعني ايه يعني هو عايز الطفل يلون الصورة دي وبعد كده يبتدي يجاوف على الاسئلة بيقوله هنا ايه some means of transportation move on land such as يعني بعد انواع ال transportation وسائل المواصلات اللي بتتحرك على الارض زي ايه such as زي الكار والباس والبايك والترين زي العربية والاوتوبيس والعجلة والقطر some means of transportation move in air such as بعض انواع وسائل المواصلات اللي بتتحرك في الهواء اللي هي طبعا الارو بلاين اللي هي الطيارة some means of transportation move in water such as بوت بعض انواع وسائل المواصلات اللي بتتحرك في المية اللي هي زي المراكب وهنا قال لي في دليل في الدليل الولي الأمر help your child to think about the different forms of transportation then color them يعني ساعد ابنك انه هو يفكر في الانواع المختلفة من وسائل المواصلات ويلونها وبعدين help your child to know what means of transportation are moving on land in air and water ساعد طفلك انه يفرق او يعرف الانواع المختلفة من وسائل المواصلات اللي بتتحرك على الارض او في الهوى او في المية وبعدين encourage your child to search for other types of transportation on the internet or in books يعني شجع طفلك انه هو يعمل بحس على الانترنت او في الكتب عن انواع تانية من وسائل المواصلات نشوف اللي بعده البيتج اللي بعد كده هنشوف مع بعض عايز مننا ايه in the if you live in Cairo لو انت عايش في الكاهرة choose the suitable means of transportation يعني اختار انواع وسائل المواصلات المناسبة to move from a place to another عشان تتحرك من مكان لمكان by using the following words باستخدام الكلمات دي then write in the correct place وهتكتبها فيه المكان الصح طيب يعني بيقول لي لو انت عايشة في الكاهرة هتستخدمي وسائل المواصلات المناسبة عشان تروحي الاماكن دي انا عندي car عربية train انا عايشة في الكاهرة my school by car or bus يا اما هروح المدرسة بالعربية او بالباس طيب انا سكنة في الكاهرة وعايز اروح اهرامات الجيزة هروح بايه i will visit the geza pyramids هروح اهرامات الجيزة by car بالعربية or bus او بالاوتوبيس or bike بالعجلة لان انا مش هينفع اقول بالقطر او بالطيارة او بالمركب تمام طيب اه اخر حاجة when i arrive in luxor لما هوصل لقصر i will have a picnic انا هعمل زي نزهة او رحلة in the river nile في نهر النيل by boat بالمركب بكده انا اكون خلصت معيكم الدرس التالت اشوفكم ان شاء الله على خير في الدرس الرابع وما تنزوش هحطولكم لينك شرح الدرس الاساسي من كتاب المدرسة في صندوق الوصف مع السلام